اشتركوا في القناة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله إليكم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العلي العظيم كما تعلمون نحن في رحاب سورة هود وقد أنهينا الآيات الأولى من هذه السورة المباركة المكية قرأنا قصة نوح سلام الله عنه وقرأنا قصة هود عليه السلام التي سميت هذه السورة بإسمه والبارحة واليوم نقرأ شطرا من قصة صالح عليه السلام وقومه ثمود قلنا أن ثمود كانت تسكن في وادي القرى بين المدينة والشام وهؤلاء قد عمروا العمارات ومدنوا المدن وكانت لهم حضارة ومدنية راقية جدا وقد أعطاهم الله الإمكانيات الكثيرة لعمارة أرضهم وزروعهم وقصورهم فكانوا يبنون قصورا للشتاء وقصورا أخرى للصيف وطبيعي أن الأمة التي تأتي إليها رسول من قبل السماء يختلفون إلى قسمين ينقسمون إلى قسمين قسم المتكبرون المستكبرون الذين لا يقبلون قول الحق والقسم الآخر المستضعفون الضعفاء الذين فطرتهم سليمة ولم تلوث بكثرة الذنوب هؤلاء يقبلون الدعوة النبوية هذا الموضوع على طيل التاريخ موجود وإلى الآن في قصة في قوم ثمود أيضا نفس الشيء صار المستكبرون كانوا تسعة رهط كما في الآية في آيات أخرى غير سورة تقول يعني تسعة قبيلة لكل قبيلة من هذه القبائل التسعة عندهم رئيس رئيس عشيرة متمول متكبر يأمر ينهى يظلم يأكل أموال الناس مثل كل مكان هؤلاء لم يقبلوا الدعوة التي أتى بها صالح دعوة صالح شنو كانت يدعوهم إلى عبادة الله الاعتقاد والمعاد الإصلاح والصلاح في المجتمع زرعوا الأخلاق الفاضلة وتركوا الأخلاق البذيئة كل الأنبياء هذه أهدافهم ما يقبلون ليش لسباب لأسباب متعددة منها كانوا يخافون على مصالحهم وزعاماتهم ومنها التراث القديم هذا حتى يمكن إحنا مبتدين ببعض الأوقات التراث القديم الذي تعودوا عليه آباؤنا كانوا يقولون آباؤنا كانت تعبد هذه الأصنام فكيف نتركها؟ بالنتيجة هذه الثقافة لقوميتهم لتراثهم صار نزاع بين النبي صالح وبين قومه مع أنه كان من ضمن هؤلاء يعني كان من أولادهم من عشائرهم لم يكن شخصا غريبا حتى يطردوه عنده بالنتيجة هو معنده عشيرة وكان مرجوا كما في آية أخرى قرأنا كنت مرجوا فينا مرجوا يعني شنو؟ يعني كان عندك وجاهه نعتقد بك أمين صادق هوش إنسان فليش تجي تخرب آراءنا؟ هذا احتجاجهم من الطبيعي أن كل نبي يلزم عليه أن يأتي بمعجزه وإن شاء الله عندما يأتي ويظهر إمامنا وقائدنا الحجة بن الحسن المهدي صلوا عليه من الطبيعي أن يأتي بمعجزه حتى نعرف أنه هذا مثل بقية الذين يدعون في هذا العصر اليوم واحد دازلي واتساب حوالي 19 فرقة في بعض الأماكن يدعون أنهم المهدي مثلا هذه الفرقة الباطلة التي تحدث في هذه الأيام مع الأسف كل واحد إلى اسم واحد يقول أنا ابن المهدي واحد يقول أنا المهدي نفسه جاية واحد يقول أنا ما أدري الخراساني واحد يقول أنا اليماني وهذه الأشياء الباطلة التي يجب أن نحذر منها جميعا خاصة الشباب والفتيات يجب أن يكونوا واعين في هذه الفترة العصيبة من عصرنا هو أيام صالح أيضا نفس الشيء فيردون بيّنه الآية شنو تقول تقول قال قال جواب صالح للمستكبرين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي إذا أنا عندي بيّنة إنتوا شتروا للمتريدون معجزة أنا عندي معجزة ما دام أنا عندي معجزة بيّنة يعني علامة واضحة إشارة إلى معجزة الناقة اللي قرأنا عنها وشرحنا بعض ملامحها أنا عندي بيّنة خب هذا واحد وآتاني منه ممن؟ من الله وآتاني منه رحمة سواني نبي أوحى إلي هذه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته الله الحكيم القادر على كل شيء المهيمن على كل الكون أعطاني رحمة يعني أعطاني شنو؟ النبوة مقام النبوة مقام الرسالة أرسلني إليكم ودعمني بشنو؟ ببينه يعني بمعجزة فبعد ما عندي أي شارة لازم أقبل شوفوا الاستدلال البسيط ولكنه عميق أيضاً أقرأ مرة ثانية قال من قال؟ صالح قال يا قومي أرأيتم أرأيتم يعني ش تفكرون؟ شنو رأيكم؟ هل تنكرون هذا؟ هذا استفهام إنكاري أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على إذا كان عندي معجزة وبيّنة ودليل وبرهان من الله وآتاني منه رحمة الله لم يعطيني رحمة أي النبوة والرسالة شنو أترك يعني؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ الله الذي بعثني وأرسلني إليكم وأعطاني معجزة لإقناعكم فعند شنو أسوي بعد؟ إذا أنا عصيت الله من ينصرني منه؟ فما تزيدونني غير تخسير أنتم تطلبون مني شيئا فيه خسارة لي ولكم خسارة لي لأنني أنا نبي أنا رسول من قبل الله عندي معجزة فإذا تركت الوعظة والإرشاد أنا أخسر ليش أخسر دنياي وآخرتي؟ ثانيا أنتم تخسرون أيضا لأنني أدعوكم إلى الحق وأنتم لا تريدين الحق هذا التخسير من الجانبين خب يا صالح شنو معجزتك؟ قلنا أنه البارحة بالليل أتصور شرحنا شوية أنه هم ذهبوا إلى صخرة في جبل في قريتهم في مدينتهم هذه الصخرة ملساء وعظيمة جدا كبيرة وما بها أي نتوآت أي حفر ما بها قالوا من هذه الصخرة تخرج إلينا ناقة مواصفات بها ليس أي ناقة تجيبها من داخل هذه الصخرة لازم تنشق الصخرة وتجي ناقة أنثى جمل أنثى وهذه الناقة حمراء عشراء عدها فصيل الفصيل تولى لازم تولد يعني مواصفات غريبة ولكنها لازم تكون ضخمة وكبيرة وحمراء لونها أحمل أيضا يعني مواصفات حتى بعد هذا إذا مو نبي ما يقدر عليها شنو قال؟ قال هذا طلبكم صعب علي وهين عند ربي شوف اليقين هين عند ربي فركع ركعات ونادى ربه فانشق الجدار مو جدار الصخرة العظيمة الملساء انشقت وصوت رهيب إجا وخرج عنقه ورأسه هذه الناقة بذول تحجبه وبقية البدان أيضا طلع كما في الروايات التاريخية هاي الناقة كانت مميزة مميزة يعني شنو؟ حسب الآيات اللي موجودة في بقية سور القرآن أولا ضخمة جدا مو مثل النوق الآخر الآخرى ثانيا لسا بعض الروايات تقول ما أدري منكبيه بمقدار كم متر أنا ما أدري التفاصيل لأنه بعض الروايات مو مو سندها مو دقيق يعني ولكن حسب الآيات التي نقرأها في القرآن نفهم أنها ضخمة ليش؟ بدليل فذروها تأكل في أرض الله هذه وحدة براحتها تروح ترعى وتأكل هاي وحدة لها شرب وهنانا مو موجود في آية أخرى جايبها بس يمكن ما أقرأها لالوقت إذا همنا لها شرب ولكم شرب معلوم يعني عدهم عين كبيرة يأخذون الماء للشرب مو للزراعة الزراعة عدهم عدهم مياه للزراعة لأن عدهم جنات وعدهم بساتين وزروع كما في آيات أخرى وتمدنين عدهم حضارة وتمدن الماء لما الشرب كان عدهم عين كبيرة هاي للعين يأتون بالماء منها إلى حوض كبير فكل عائلة تجي تأخذ من هذا الماء للشرب فقط شرب يعني ماء الشرب مو ماء الزراعة خب شنو شروطك يا صالح شرطي من قبل الله سبحانه وتعالى هاي الناقة أولا لتأذوها لا تمسوها بسوء وحد ليتجاسر عليها لأن هذه ناقة الله شنو يعني ناقة الله الله عندنا ناقة كما نقول بيت الله هذا يسموه الإضافة التشريفية الإضافة في اللغة العربية على أنواع الإضافة التمليكية نقول كتاب زيد يعني شنو؟ يعني زيد مالك هذا الكتاب هذا يسموه التمليكية بيته عمر يعني البيت لفلان هذه يسموه الإضافة التمليكية أو الإضافة الملكية أما بعض الإضافات مو ملكية للتشريف تجي مثل بيت الله الحرام يعني الكعبة كل مسجد من المساجد يسمى شنو؟ بيت الله شنو الله كم بيت عندي يعني أصلاح يحتاج إلى بيت الله ليس بجسم تنسب أو ينسب هذا البيت الذي للصلاة ينسب إلى الله يردون يشرفوه للتشريف يسموها الإضافة التشريفية ناقة الله الناقة الناقة ليس لأله الله كل شيء إليه لأنها معجزة وخرجت من الصخرة الملساء كأنها ناقة شرفت بتشريف من الله سبحانه وتعالى خب لا تمسوها بسو بعد شنو يا صالح لها شرب ولكم شرب معلوم هاي الناقة يوم إلهة تشرب من الماء يوم ثاني كل القرية تشرب شرط من قبل اه امتحان طبعا امتحان من الله هو كل امتحان أصلا الدنيا ألوش إخواني الدنيا ألوش جئنا حتى نمتحن حتى نختبر حتى نفتتن الفتنة بمعنى الانتحان جبتلكم ناقة من الصخرة الملساء من الجبل أنا معندي شروط لا تمسوها بسو خليها تأكل خليها تأكل شلو ما تريد ولها شرب يوم معلوم هاي العين ايش قد تعطي ماي هذه الناقة من الصبح للليل تشرب عجيبة هاي اكو ناقة تشرب حوض ما عدنا يشكر معنى ذلك ان الروايات التي تقول ان ناقة صالح كانت ضخمة جدا لان بعض الروايات لان بعض الروايات تقول تعطي حليب لكل أهل القرية يعني تنفعهم أيضا حليب الناقة شاربين لو ما شاربين أنا شارب خوش حليب نقرأ الآية ويا قومي اول قال انا على بينة بينتك شنو ناقة اخرجها من الصخرة ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية يعني شنو يعني علامة معجزة انتم ما ردتم معجزة هاي معجزة بشرط فذروها تأكل في أرض الله هاي أراضيكم موجودة وهذا تنفعكم تعطيكم حليب خل تأكل في آيات أخرى عندنا في صور أخرى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يوم هي تشرب يوم أنتم تشرب ولا تمسوها بسوء أذية سوء شياطينكم عتاتكم ليجون يأذوها سوء هنا من يبدأ من الضرب إلى أن يصل إلى القتل إلى النحر كل سوء ولا تمسوها بسوء لا تقتربوا إليها بسوء لأن هذه ناقة الله معجزة إذا مسيناها بسوء شي صير فيأخذكم عذاب قريب يعني بمجرد ما تمسوها بسوء أو تقتلوها عذاب قريب يأتيكم هذا عذاب قريب إشارة إلى شنو؟ إلى آيات أخرى في سورة أخرى أنه هؤلاء مع الأسف عتوا عن أمر ربهم أنا ما أدري شنو كانت هاي الأقوام إحنا إذا أجت معجزة إلهية اليوم كنت أفكر والبارحة أيضاً أنه إذا الإمام الحجي عجل الله فرجه الشريف ظهر شنو موقفنا إحنا؟ صالح أتى بمعجزة قومه افترقوا فرقتين المستكبرون والمستضعفون المستكبرون هؤلاء أصحاب الأموال والزعامات والقدرة وإلى آخرين ما رضوا ما قبلوا وحركوا عتاتهم في الرواية موجودة وفي الآية إشارة تسعة رهط تسعة قبيلة صمموا على شيئين أولاً نحروا الناقة ثانياً قتلوا صالح هاي المعجزة ما أخذها بقلوب الناس بعقول الناس كثير من الناس ده يهتدون لأن الناقة عندما تطلع من الجبل من الصخرة الملساء شيء غريب ومعها فصيلها بعدين تشرب الحوض كله العين كله ماء العين كله تشربه في يوم واحد بعدين تعطي لبل هاي هذه معجزة دائمة يعني مو موقته فكثيرون من قوم ثمود شنو صاروا آمنوا بصالح عليه السلام قدرات المستكبرين قلت التفتوا قدراتهم وزعامتهم ضعفت قالوا هذا إذا يبقى وهاي المعجزة باقية معناته شنو معناته يوم على يوم الإسلام الإسلام وكل إسلام كل الأديان إسلام الدين الذي جاء به صالح ينتشر في هذه البقعة في وادي القرى هما بين الشام والمدينة ينتشر وإحنا بعد ما عندنا شيء شوفوا المصالح إذا إحنا طبقنا هاي الآية أنا دائما أطبق على عصرنا الحاضر وإلى شنو نقرأ قصة فقط حتى نطبق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا ظهر الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ما هو موقفنا هل نتحول إلى مستكبرين ومستضعفين حتما لا شك فيه حسب الروايات كثير منا ينكر مع أنه يرى المعجزة كما في الروايات كثير منا يخاف على زعاماته وسلطانه وجبروته ومقامه وكرسيه يعني الإمام إذا إجه بعد أن شنو غير الزعامات شنو فيقفون أمام الإمام ومن الآن بدأوا ما عندي وقت حتى أفصل لكم بعدين هذه من الأسرار من الآن بدأوا هذه التفاهات التي تشوفوها في هذه الأيام تظهر هنا وهناك كل واحد يدعي هذه إحدى السبل لتشويش فكرة المهدوية الصحيحة كل يوم يطلع لنا واحد هذا يدعي أنه أنا إمام ذاك اليوم شفت واحد قال لي يعني قال في منطقة في أحد البلاد أنا دائما اسم المدن ما أجيبها حتى لا يصير عيب على ذيك المدينة يعني في تلك المدينة وحدة امرأة متدعية أنه أنا زوجة الإمام وده تأخذ الفلوس من الناس يعني وصل الحد إلى هذه التفاهة إلى هذه السخافة لأجل الفلوس لأجل الباطل وذاك يدعي أنا ابن الإمام وذاك يدعي أنا الإمام نفسه وذاك يدعي أنا ما أدري الأخوه وهكذا وكثير من الناس يرحون وراهم عجيبة هذه من العجيب الغريب إحنا في عصر النور في عصر القرآن في عصر الإنترنت حسب تعبيرهم خوه اقرأ القرآن يقول الذي يدعي يجب أن يأتي بمعجزة أنت شنو دليلك أنه أنت المهدي سلام الله على المهدي فإذا إجى الإمام إحنا كقوم صالح هل نفترق فرقتين حتما حتما لا شك فيه حسب الروايات الفرقة المستكبرة لا تريد الإمام وتقف أمام الإمام وتحارب الإمام والقسم الثاني المستضحفة المؤمنة المتدينة التي مشت على فطرته السليمة هذه الفرقة اللي يمكن أولها قليل بعدين يكثرون ثلاثمائة وثلاثعش يعني شنو ليش ثلاثمائة وثلاثعش أنصار الإمام ثلاثمائة وثلاثعش بالله عليك احنا المؤمنين مسلمين مؤمنين شيعة سنة مسلمين بالنتيجة نؤمن بالإمام المهدي لأن كثير من السنة يعتقدون بالإمام المهدي بعض هم ينكرون احنا ما فينا ثلاثمائة وثلاثعش أنا أقول لك لا معناته ما فينا لم تكتمل العدة شنو معنى ذلك خلنكور صريحين مع أنفسنا معنى ذلك احنا بعدنا ما نستاهل خلن نكون صريحين احنا بعدنا مكفو يجب أن نستاهل يجب أن نحاول يجب أن نطلب يجب أن نطهر أنفسنا حتى يأتي الإمام وإلا ما يجي الإمام يجب أن تكتمل العدة هذه القصة احنا نقرأ قصة صالح لازم نطبقها على عصرنا نقرأ قصة هود نوح آدم ما هذه بكرة رح نقرأ قصة إبراهيم عليه السلام نطبقها على عصرنا الحاضر ونأخذ عبرة منها درس منها نرجع إلى الآية ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب العذاب القريب شنون يجي عندما عقروا الناقة من التسعة العشائر تسعة اختاروا واحد بهم ابن زنا كما في الروايات فقد واحد عسب تعبيرنا ما إلا قيمة في المجتمع قالوا أنت اللي تعقر قال حاضر أخذ فلوس فعقروا هذه الناقة بشكل جدا صعب أيضا بالليل عندما خلصت الناقة من شرب الماء من العين أحاطوها والناس ما يدرون الناس ما يمين صالحا في بيته فعقروا الناقة بشكل فجيح إذا ما أريد أشرح فوقعت وفصيلها شرد إلى الجبل نفس الجبل ودع الله المهم الصبح صار صالح جدا شاف الناقة ميتة وَقَطَّعُوا لَحْمَهَا وَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا يعني الكل اشتركوا العذاب لمن يجي خب واحد عاكر الناقة مو خمسين واحد مَنْ رَضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا يعني ذنبها عقابها وزر يعني عقاب ووزر من عمل بها الأمة التي ترضى التفت الأمة التي رضيت بقتل الحسين صلوات الله عليه أمة الملعونة صحيح ما اشتركت اجا واحد في إحدى حروب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين أنا هواي فرحان أنه أنا وياكم وأحب الاستشهاد في ذكابكم بس عندي ولد عم هذا ما جاي ما قدر يجي هذا شنو يصير تكليفة تدرش الإمام شنو قال أمير المؤمنين روح بفداء قال مضمون كلاما قال هل يرى ما ترى يعني عقيدة شنو إذا كان موجود هناك كان ويانا أو كان ضدنا قال لا والله حتما كان ويانا قال فله أجره أيضا نحن عندما نزور الأئمة سلام الله عليهم خاصة الإمام الحسين شنو قصدنا من هاي الزيارة نريد نقول عندما ترحل للزيارة هاي النية خلوها في بالكم أنني كأصحابكم الجيدين الذين كانوا معكم واستشهدوا في سبيلكم اللي تقول يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما يعني شنو يعني أحب أن أتشهدوا إياكم وأستشهد فتحصل على ثواب الشهداء الذين مضوا قتلى في سبيل الإمام الحسين وفي سبيل الإسلام والدين هذه عقيدتنا يا حبي المشكلة اللي صارت في قوم نوح العاقر واحد وتعاون معه ثمانية أشخاص كانوا تسعة واحد اللي باشر والبقية ساعدوا بالضرب بالسيوف بالرماع إلى أن طيحوا يعني قدروا على الناقل كبيرة العظيمة الفخمة وقتلوها البقية شنو الفقية في بيوتهم كانوا بس شنو كانوا كانوا راضين عن عمل هؤلاء نرجع إلى الآية عذاب قريب العذاب القريب يعني شنو يعني رأسا بعدما أصبح الصباح وأتى صالح ورأى الفاجعة قال يا قوم انتظروا العذاب القريب قالوا شلون يعني قالوا ما دام أنتم سويتوا هذا العمل الشنيع ورضيتم بهذا العمل الشنيع اللهم يعطيكم فرصة ثلاثة يام مع أنهم تجاوزتم الحدود ولكن إذا تتوبون في هاي الثلاثة أيام أيضا اشكال الله كريم ولطيف بعباده ناقة الله ذبحوها إجراما وظلما قالوا شلون قالوا في اليوم الأول وجوهكم ستصفر استجيروا بالدعو علامة هذه كلكم تقومون الصبح رجال نساء أطفال كبار صغار وجوهكم مصفرة قالوا بعدين بعدين في اليوم الثاني كلكم وجوهكم تصبحون محمرة أحمر هذه العلامة الثانية يعني أكثر من هذا معجزة شيء ردون بعد في اليوم الثالث وجوهكم مسودة كلها أسوداء هذه علامات ثلاثة أيام هذا معنا في آية أخرى أكو ثلاثة أيام إن أنا ما أكو إن أنا يكو عذاب قريب قريب عن ثلاثة أيام وبالفعل صار العجيب أنه لما في اليوم الأول الوجوه صفرت هذول الضعفاء المؤمنين توسلوا بالمستكبرين مالهم يا ناس هذه علامة تعالوا انتوب قالوا لا منتوب شوف العناد وين يوصل الإنسان إجه اليوم الثاني اليوم الثاني وجوههم محمرة توسلوا بهم يا لاش تعالوا انتوب إحنا تبنى أبداً ما قبلهم في اليوم الثالث استعدوا للموت العجيب بس شنو قالوا قالوا إحنا رح نقتل صالح يعني قبل ما يجي العذاب في اليوم الثالث تآمروا على قتل واغتيال صالح ولم يقدروا لأن العذاب إجيب عاد عذاب قريب هذا معناته فعقروها فقال من قال صالح فعقروها يعني ذبحوا الناقة نحروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام هذه ثلاثة أيام هنا نجاية بس مصفرة ومحمرة ما جاية في الروايات موجودة في اليوم الأول تصفر وجهكم علامة في اليوم الثاني تحمر في اليوم الثالث تسود ذلك وعد غير مكذوب هذا وعد الله الله أخبرني بالوعد ولا يكذب الله والعياذ بالله فلما جاء أمرنا نستجير بالله دائما عندما تقرون هذه الآيات حول عاد حول ثمود حول فرعون حول قوم إبراهيم تعوذوا بالله من العذاب الله إذا عذابوا الله وسخطوا الله صار أنا عندما شرت أروح لما كنا في مشهد وإن شاء الله بعدين من روح أحشي يا الإمام الله شوي يوم أزور بس عندي يشكل مثل المعدان ماكو يحشون يا الأئمة أقول يا إمام الله لا تغضب علينا إمام حجة الله مرقده الشريف في بلد ويعصى الله ويتجاسر على حجة الله في ذلك البلد في كل البلد حتى في كربلة في النجف في سامرة في البقيع خب هذه إهانة فإذا غضب الله مشكلة في الدعاء أعوذ بالله من سخط الله أعوذ بالله من سخط الله فلما جاء أمرنا الأمر صدر من الله سبحانه وتعالى نجينا صالحا والذين آمنوا معه قلنا لهم اطلعوا من القرية من البلد هاجروا برحمة منا إحنا رحمناهم بس أخاف في وقت يصير إحنا بعد الله ما يرحمنا نروحوا ياهم برحمة مننا ومن خزي يومئذ نجيناهم من خزي العذاب يسمى خزي ليش؟ لأن خزي في الدنيا الآن شنو نلعنش إحنا؟ بعد قرون طويلة مرت في التاريخ إحنا نلعن قوم ثمود نلعن قوم عاد نلعن الذين ظلموا الإمام الحسين مشكل؟ هذا خزي ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز شوف الصفتان اللي تجي هنا أنا شكاية قوية الله قوي يأتي بعذاب وعزيز عزيز يعني مقتدر وأخذ الذين ظلموا صيحته إجت صيحة أول شيء صيحة إجت في الروايات موجودة في الصوت إجه من السماء كلهم افترشوا الأرض أغمي عليهم كلهم وأخذ الذين ظلموا يعني قوم صالح ثمود الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين لا حراك لهم تلك القدرات وكلتا الزعامات وتلك الأساطيل وتلك أسلحة كلها تروح أيام الإمام إن شاء الله كلها تذوب فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا كأنهم ما كانوا موجودين أصلا يغنوا مو من الغناء من أنه كأنهم لم يكونوا موجودين أصلا هذول صاروا حطام هشيم أصلا ألا إن ثمود كفروا ربهم الدليل شنو كان السبب كفران النعمة كفران العبادة ألا بعدا لثمود الله يقول هذول بعيدون عن رحمة الله سبحانه وتعالى نستجير بالله حقيقة لما تقرؤون هذه الآيات أطلب من الله حسن العاقبة اللهم اجعل عاقبتنا في حسن وكمال كما ترى يا رب أما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجال أربعة الرجال ليس يعني النساء ليس أربعة اللغة العربية عادة لغة ذكورية ليس أنثية ما لربط بالقرآن والروايات كل لغة قوانينها اللغة العربية لغة ذكورية يعني عادة لمن يحجون يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا مذكر بعض الذين مذكر يعني لا يشمل النساء يشمل اللغة هكذا الرجال لمن يقول يعني النساء والرجال كل الناس الرجال أربعة سخي أربعة يعني قسمون على أربعة أنواع سخي وكريم وبخيل ولئيم استجيروا بالله بعض الناس أسخياء بعض الناس كرماء أكون فرق بين السخاء والسخي والكريم نعم بعض الناس بخيل بعض الناس بعد أطقع حسب تعمير لئيم هذا شنو الفرق فالسخي الذي يأكل ويعطي جعل الله منهم هذا سخي هم هو يأكل هم يعطي للناس هذا الشيء الكريم بعد أعلى منه في الأوقات الصعبة هذه مو كل وقت في الأوقات الصعبة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فالسخي الذي يأكل ويعطيه الكريم شنو؟ والكريم هو الذي لا يأكل ويعطيه الآن هو جعان بس يشوف طفلة يتيمة فقيرة جائعة يأخذ لقم هو ما يأكل يعطيه هذا كريم يعني أعلى درجة من السخي يبقى الثنين البخيل لئيم والبخيل الذي يأكل ولا يعطيه بس هو أرصد يجباع بيوت مرفهة فقط هو يأكل ولا يعطيه لأحد اللئيم منه اللئيم بعد الأم من البخيل واللئيم الذي لا يأكل ولا يعطيه لا هو يستفيد من أمواله ولا يعطي الأخير يخلي 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 إلى أن يموت هذا بعد لئيم نستجير الله من الصفتين الأخيرتين ونسأل الله أن نكون من الأسخياء بل من الكرماء إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة ومشاهد ترجمة نانسي قنقر